الامارات تضع شروط انصارمة امام الشرعية من اجل تحرير البيضاء ومأرب وهذه هي الوجهة القادمة للعمالقة تفاصيل عجلة للمزيد من الاخبار لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة كشفت صحيفة اماراتية عن الخطوة القادمة للجيش اليمني والقوات الموالية للتحالف العربي بعد تحرير محافظة شبوة نفطية مشيرة الى شروط امام الحكومة الشرعية يجب تنفيذها للتحرك نحو محافظة البيضاء وقالت صحيفة العرب الاماراتية ان استعادة الجيش اليمني السيطرة على مدينة شبوة تطرح تساؤلات بشأن الخطوة القادمة وما اذا كانت ستكون باتجاه تحرير مدينتي البيضاء ومأرب في حين يقول مراقبون ان الاولوية يجب ان تكون لحضر موت والمهرة واضفت الصحيفة انه بينما تلمح بعض التصريحات الاعلامية من قبل مسؤولين في الشرعية الى ان المرحلة التالية ستكون التقدم نحو محافظة البيضاء الاستراتيجية بعد الانتهاء من تامين مديريات شبوة وربما تحرير مديريات حريب الهام بين شبوة ومأرب يستبعد مراقبون واعلاميون جنوبيون وخصوصا من المحسوبين على المجلس الانتقالي الجنوبي ان تتجه قوات العمال قنح مناطق اخرى في شمال اليمن ولا سيما في الايام القادمة واكدت الصحيفة ان المشاركة في تحرير محافظة البيضاء على سبيل المثال والتي تربطها حدود باربع محافظات شمالية واخرى جنوبية تتطلب اجراء اصلاحات ادارية وعسكرية في المحافظة من بينها تعيين ادارة محلية فاعلة وتشكيل قوات عسكرية وامنية حقيقية على الارض بدلا من القوات الحالية التي يشير المراقبون الى انها مجرد اسماء وهمية على قوائم محور البيضاء في الجيش الوطني بحسب مراقبين